سلامة وكما كانت معكم اليوم من قناة الميجيمي قبل رجال لكم فيديو جديد وفيديو جديد أسطوري وهذا الفيديو بمناسبة إعتزال أسطورة توني كروس أهلا إعتزاله بعد نهيئة الموسم ولا نلعب مع أي نادي أخر وأي شيء آخر من بعد اليورو إن شاء الله فاااااااا قبل بداية الفيديو نتمنى أن تقدر ذلك كل شيء ومشاركة الفين مع أصدقائكم واليوم رح نعمل تشكيلة الاحداشر اللاعب المفضلين لطوني كروس وتشكيلته المثالية فمتل ما تشوفون يمكن تطلع لكم الصورة الان هدية شكلة كروس المثالية فيه قلبين فيها هي ثلاثة اربعة ثلاثة قلبي الدفاع هناك لعبين نسب فيفا فغياتهما بمتل ما تشوفون الان الشريط 11 اللاعب كلهم اللاعبين الذي طلبهم طوني كروس ووضع نفسه ايضا فالشريط بي بي ووكر ضخل مكان اللاعبين الذين اللي وجد في اللعبة فردع استرداد كل اللاعبين الان وننتقل الى التشكيلة التي هي ثلاثة اربعة ثلاثة فنبدأ بسم الله بحراسة المرموين ومانويل مانويل نوير هكذا في الدفاع في الدفاع في الدفاع في الدفاع في سجيرا موس طبعا الاسطورة الى جنبه مين الى جنبه بي بي والى جنبه تاني كرفخارة لانه هم مش قلب دفاع في الوسط توني كروس حط حط وينو حط نفسه في الوسط الى جانبه كازيميرو وايضا الوينو الى جانبه لوكا مودريتش و جوشوا كيميش وينو جوشوا كيميش في الهجوم حط مولر او او ربيري فان الشريط يا ربيري وينو فرانك ربيري جناحنا والجناح الاخر اختار فاشتريت ايضا رأس حرب الخير من روسلاف كولوسة والجناح مع ان اختاره مهاجم لكن طبعا رح يكون موجود الاسطور كرسينو رونالدو فهذه هي التشكيلة المفضلة التي اختارها تقريبا توني كروس اختارها هذه التشكيلة فها يمكن اقلب الان بين كازيميرو و كيميش ليس المشكلة فرح نلعب بهذه التشكيلة مباريات الان لنطلق فأول شيء دخلنا مباراة الوجه لوجه هذه التشكيلتنا تشكيلة المفضلة لطوني كروس بس 11 توني وتشكيلة الخصم عند زيدان دوكراس لويس قد دفاع سيئ فنحاول نفوز ما رح اقطع ابدا في المباراة في بسم الله كرسيانو لطوني لازم توني يسجل اصلا نتحدى انه توني يسجل كازيميرو في الجناح للاسف كروس توني 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 وضعت منك كروس نحاول نسجل أول شيء بعد أن أطلق كروس إنه هو اللي يسجل فشلط ربك وكيالي قضح ميروسلاف ميروسلاف إلى فرانك 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 ضعت منك كوران طوني ضعت يا طوني ضعت يا طوني ما عندي أربع مهارة لأسفات الحساب كوران زيدان زيزو مشكلة فاول لا اراموس كيميج حاول نسجل بطوني حاول نسجل بطوني لكن بيسك 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 كروس 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 والهدف طوني توني الرقم تسعة مع أن هذا الرقم تسعة لكن كروس والهدف الأول هو اللي قطحها وهو اللي سددها هو اللي سجلها وقمنا بأحد هدف الفيديو وهو التشجيل الهدف بيطاني كروس تبقى فقط مبارد الجودين ايضا لازم نسجر بكروس طبعا فكرة ميروسلاف كلوزي 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 ميروسلاف شلو ترباك شلو ترباك شلو ترباك وكتور رجعي لكلوزي نرجع الخلف نرجع الخلف تمريرة لكن ليست لي ريبيري للأسف ما مررت ريبيري فهو قرر يمرر مرر الان كورا انطلقت كلوزي ميروسلاف ريبيري ضعت منك ريبيري ضعت منك ريبيري وجوشوا تصدل الحاسبية واحدة ركنية بيبي ضعت ضعت يا بيبي يا عنيف ضعت مهمتك في الدفع فقط شلو تربك شلو تربك شلو تربك دوكلاس لويس ركازت مقطع من طني كريسيانو كريسيانو ضعت كريسيانو كريسيانو استرجع كريسيانو كريسيانو بشوت بار بايدة شدن يكريسيانو ما هذا يا كريسيانو ما هذا كريسيانو لم تعد تسمعوني كريسيانو موكيلي زيزو بصراحة استغرب كيفما اختر زيزة زيدان يمكن اختر لايبين اللي لعمها في غطفة ما ندري هو اصلا لايب مع كل لايبين الموجودين في الملفة نطلق كرفخة كاسي وانتهى الشوت الاول فايزين واحد سفر متقدمين على الخصم الليفربولي ما نحاول نعز استقدم في الشوت الثاني طبعا رح سوي شي فقط واحد وهو اقلي ما بينه ميروسلاف كريسيانو كريسيانو كريسي يسترجع الكورة كازي 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 ميروسلاف كريسيانو 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 و يضان على طول انهاد مهاجم سجل هدف جميل انهاء كريسيانو شو 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 الانهاء ما نحاول حارز ما قمن قر vorstellen فات نين صفر لنا الشي يجمال جدا كابدية دعك يقل كخيروس كخيروس فينيسيوس طبعا ما اختب فينيسيوس فينيسيوس لسه لعب 3 أو 4 اعتقد دوكلاس لويس وفي اكثر من اللعب كل اللعبين في الملعب الوجومين افضل فينيسيوس براندد بيبي كيميتش كلوزي المارر كورا كريسيانو يا كازميرو يا كلوزي كلوزي ولهذا الثالث علبتم بينات كريسيانو وكلوزي كريسيانو سجل الثاني وكلوزي سجل الثالث من الجناح ثلاثة سفر لنا جيجي الخصم ما رح تسوي شيء براندد دوكلاس لويس نحاول السجل الرابع بكروس ايضا وينو كروس طوني كروس كروس ثلاثة مهارات كروس 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 طوني من البعيد يا طوني يا طوني طوني رح رح تكون وحشة لجمهورة مادريد القائد طوني كروس طوني طوني من البعيد ولكن هم اللي حطوا قائد سبحان الله تحس انهم كانوا عارفة اني رح عمل فيديو على طوني فا براندد مكيلي بالهادت نجيبها بكروس فا بكيلي شلو تربك دوكلاس لويس مقطوع من كروس كروس طوني هرب كروس 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 طوني كروس طوني كروس مرر تمريره ونسدد تخرجة بر المرمى لازم نسجل هاتريك لازم وين كبدي فيا فيني فيني طاعت منكي فيني طاعت كازميرو المبرحة يا طول جبناها كورانددنا طوني كروس طوني نبغى تستددها من أبعد أبعد يا طوني من هاد لا ضاعت ضاعت يا لوكا وتقريبا للأسف ما سجلنا هاتريك بكروس ما كان هذا الهدف أصلا لكن تبقت محاول أخيره تبقت محاولة نرجع لطوني ضاعت منك يا طوني ضاعت منك يا طوني وانتهت المباراة بفوزنا 4-0 من هدفين كروس هدف كلوزي وهدف الكريسيان وانا نرح لنا بمباراة هجون تنفسي نختم بها الفيديو وانا نطلق المباراة هجون تنفسي هاتي تشكيلتنا كالعادة وهاتي تخصم أفضل من تشكيلتنا بمراحل فارح نعني في المباراة لأسف فالان نطلق أول شي نطيع علي كروس هدا لوكا صح لا هدا كريسيانو وهدا من هدا لوكا وهدا من هدا ريبيري ما لغيت كروس الأسف تأخرين شوي ميروسلاف ميروسلاف والهدف الأول واحد واحد كلوزي كلوزي ما رح أمرر كلوزي إنها أهفحش ريبيري فرانك ريبيري الأسطورة الفرنسية ضعت منه كازميرو كلوزي سدد والهدف تألت نحتاج له هدف من كروس كروس ما متقدم مودريتش تمرير الساحرة والهدف ضعت والهدف تصدال هاد دوناروم ورجاد لوكا تمرير الساحرة هالمرة هدف بشكل مباشر بما أنه متقدمين خمسة ثلاثة وينو كروس وينو كروس كروس هذا مودريتش لأسف كروس خلف كثير فرح نتقدم بكورة نحن كريسيانو مودريتش خصم صار خمسة خمسة ومودريتش وإنهار 5 أثنين فرح نبري رح نبري رح نبري ولمستحر بكورة نبريتش سجل الحجم الأخير سجل الحجم الأخير في تمرير المدريتش وانتهى المباراة بفوز الناس 6 سبعة ستعفون وهي الى هنا نكون تهى الفيديو الخاص بأفضل 11 لعب لطوني كروس قبل بداية نهية الفيديو لاتساو تغتاز اللايك والإشيراكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والآن السلام عليكم ونترككم فيديو آخر إن شاء الله نلتقي بيس